السؤال اليوم على السريع السؤال يقول إذا أفكر أخذ مكملات غذائية شنو هي الأشياء الأهم اللي لازم أحطها في بالي عندي لك ثلاثة أسئلة تسألها ضروري تسألها لما تفكر تاخذ المكملات الغذائية أهلاً وسهلاً فيكم أولاً إذا تحبون تسألوني سؤال حطوا لي سؤالكم في التعليق معاكم علياء المؤيد في هذه الحلقات السريعة أحاول أجاوب على أسئلتكم التي توصلني بشكل متواصل وإن شاء الله نفيد العالم العربي بموضوع الصحة والحكمة في التشافي فسؤال المكملات الغذائية سؤال يرد كثيراً لأن الناس متلخبطة شوي شنو أخذ وشلون أخذ وش كثير أخذ وهل أحتاج وكذا فهي ثلاثة أسئلة تسألها لما تفكر تاخذ المكملات الغذائية السؤال الأول ما هي درجة امتصاصي للمكملات إذا خذتها يعني هذه السؤال كأنه يرجعنا خطوة إلى الوراء قبل أن أبدأ أخذ وقبل أن أشتط لأنني لقيت شركة حلوة وكذا قبل أن تفكر في أي شي فكر في ما هو الجسد الذي سيمتص هذه المكملات الغذائية لأن إذا الشخص عنده مثلاً مشاكل في الامتصاص إذا عنده عسر هضم إذا عنده انتفاق إذا عنده قلون عصبي إذا عنده تعب في المعدة إذا عنده ارتجاع كل هذه الأشياء اللي هي خلل عبارة عن خلل في الجهاز الهضمي ممكن أنه يتقلل امتصاصك لهذه البيتامينات فممكن يقول لي والله أنا جربت خط مكملات غذائية لمدة شهر شهرين ثلاث ولا فاد إذا المكملات الغذائية ما في منها فائدة والإجابة هذه غير صحيحة لأنه هو استنتج أن المكملات ما فيها فائدة لأنه ما استفاد منها ولكن قد يكون بسبب أن امتصاصك كان قليل لها فإذا عندك مشاكل هضمية يفضل أن أنت أولا تنتظر شوي إلى أن تحسن الهضم عندك أنا عندي حلقات كثيرة عن الهضم عن المعدة عن صحة الجهاز الهضمي عامة عندي دورة اسمها القلون العصبي والهضم على أكاديمية عليها فممكن أنت تشتغل شوي شوي على هضمك يمكن تأخذ أشياء أخف في البداية وبعدين لما يتحسن الهضم ممكن أنت تستفيد أكثر من المكملات الغذائية فالسؤال الأول هذه ما هي صحة جهاز الهضمي عشان أعرف أني إذا أخذ بمتص ممكن شخص ثاني جهاز الهضمي قوي يستفيد أكثر من نفس الفيتامين اللي شرينات نينة شرينا نفس الشيء وهو استفاد وأنا ما استفد فهذه هي الحلقة اللي عادة تكون مفقودة في هذه الإجابة السؤال الثاني أن المكمل لما يكون أغلى مو شاط يعني أحسن بعض المنتجات ممكن سعرها يدل على جودتها ولكن مو شاط بعض الأوقات السعر ممكن أنه ينطبق على مثلاً التعبئة أنه ممكن أنه يحطوها في مثلاً زجاج بدل بلاستيك يمكن يعتمد على الشحن من وين ياك وين المصنع وين كذا فلا تعتمد فقط على السعر عشان تشوف الجودة يجب أن تبحث أكثر في الجودة تشوف الشركة تعتمد عشانه وتشوف الأشياء الإضافية اللي حطوها فيها مثلاً إذا يكون في كبسولات يابسة حبوب يعني عادة ثاني يحطون يطرون أن يحطون فيها مواد أكثر عشان التم يابسة يحفظونها مدة أطول مقارنة بالكبسولات اللي تتسكر داخلها بودرة مثلاً ممكن تفتحها فبعض الأوقات طريقة طريقة التصنيع ممكن أن نتأثر على الجودة ممكن أن نتأثر على السعر فأنت ابحث في الشركة نفسها على شنو يعتمدون شنو هو المحتوى شنو نوع البيتامين إذا مثلاً نحط لك كالسيوم ولا ماجنيزيوم شنو النوع الكالسيوم والماجنيزيوم اللي موجود لأن بعض الأوقات يعبونها أشياء رخيصة من النوع الرخيص اللي مو شرط بيفيدك وتقدر منها تستفيد منها فابحث دائماً في كل شركة حتى لو هي كانت أرخص ممكن أن هي بعض الأوقات تكون جودتها أعلى والسؤال الثالث ما هو مصدر هذه الفيتاميات يعني أنا هالأيام أجد نفسي أميل إلى المكملات المبنية على الطبيعة يعني ممكن أن أهوي مثلاً يحط لك حبوب كركم مثلاً ولا حبوب أملة مثلاً ولا بودرة أملة ولا بودرة عشبة القامح فهذه أيضاً تعتبر مكملات غذائية ولكن من الطبيعة يعني يأخذ شيء من الطبيعة ويركزه ويسوي مكمل ممكن أن أنت تأخذه فبالنسبة لي هذه الأشياء حالياً أفضل من أن أنت تأخذ فيتامين أو معدن مباشرةً هو يكون مصنع مكون كيماوي يعني وتأخذه مباشرةً فبعض الأوقات يكون عندك مثلاً يحتوى في مثلاً بودرة عشبة القامح ممكن تكون نسبة الحديد اللي فيها أفضل من أنت اللي بتأخذ مكمل حديد ممكن أنه يتعب الهضم ويسوي إمساك اللي عزكم ويسوي مشاكل هضمية يفضل أن أنت تأخذه من مصدر طبيعي كمثال فحتى المكملات الغذائية اللي مثلاً مستخلص الزيتون مستخلص ورق الزيتون يعني اللي سمونا أوليف ليف اكستراكت أو حتى أن أنت بروحك تأخذ أوراق الزيتون في البيت وتغليها وتسوي منها هذا النوع من الشاي ليساعد المناعة فهذه كلها مكملات غذائية أنت قاعد تضيف لنفسك فممكن أن تضيف مثلاً ربع ملعقة كركم في العصير الأخضر فهذا مكمل غذائي ولكن مصدره أفضل فأنت تضمن أن حتى امتصاصه يكون أفضل شوي لأنه من الطبيعة أطالع روحي في المهم فإذا تلقى شركة تقدر أنها توفر لك كأن التوازن بين أنه يكون شيء طبيعي يأتي من الطبيعة ولكن أيضاً معبأ في منتج سهل الاستخدام وسعره نصبياً مناسب لك أو حتى صديق البيئة أو ممكن الشركة تكون صديقة للبيئة الشركة عندها مثلاً ميول مشاريع اجتماعية فيها تسوي خير فأنت كأنك قاعد تضرب عصورين بحجر فدائماً حاول أنك تسند الشركات التي أيضاً عندها قيم عالية وممكن أنها تساعد مثلاً المزارعين ممكن أنها تستخدم مكونات من عند مزارعين مباشرةً ممكن من بلدان معينة فابحث في كل شيء مو بس أغلى واحد شريته لأنه لنا عندهم مثلاً ميزانية تسويق وحطوه لك في كل مكان لذلك أنت تشوفه دائماً فالظن أنه أحسن واحد مو شر ممكن أن الشركة تكون ميزانيتهم أقل ولكن يعملون مع مزارعين مباشرةً وعندهم ميول إنسانية وأيضاً لما أنت تاخذه ممكن أنه يتماشى مع طبيعة الجسم أكثر فيصير انتصاصه شوي أسهل أحسن فممكن مثلاً أنك أنت تاخذ يود كمكمل مشرط أنه يكون مكمل يود ولكن ممكن أنه يكون مكمل من أعشاب البحر مثلاً طحالب البحر اللي يكون فيها نسبة اليود عالية ممكن مثلاً في أنواع من أنواع التمر اللي يكون فيها تكون فيها الفائدة مركزة ممكن في مثلاً أشياء كثيرة اللي هي تعتبر سوبر فودز اللي هي أكلات خارقة اللي لما ناخذها الضيف لنا حتى في بعض الأقاط يكون بودرة الشمندر كمثالاً الشمندر جداً مفيد للجسم يعتبر من الأكلات الخارقة ولكن ممكن أنه يحطونها كمستخلص أو كمكمل ممكن فاكهة الأملة أيضاً يستخدمونها كثير في الطب الهندي القديم وفي أكلات خارقة من هالنوع اللي هي تعتبر مكملات اللي هو شوي خارج الصندوق القديم من فكرتنا عن المكملات العادية اللي هي تحبوب وفيها مثلاً كاسيوم وماكنيزيوم وكذا يعني ممكن أنت تخلط من الاثنين يعني أنا دائماً أفضل أن الشخص إذا لقى منتجه هو يحبه ويحس أنه هو بحث عنه كفاية وحبه أفضل أن الشخص يشتري أكثر من منتج أيضاً عشان يتأكد أنه هو يحصل على باقة خليناً نقول من الفوائد مشرط أنه أنا بس لقيت منتج واحد خلاص وهذا المنتج ما بغيره أبداً ممكن أنت تحصل فوائد معينة من هالمنتج وممكن فوائد أخرى من منتج غيره لا تخاف أنك تشتري أكثر من شيء وحتى أنك تغيرهم كل يوم تأخذ من واحد فإن شاء الله عجبتكم هذه الاقتراحات وإن شاء الله عجبتكم الحلقة حطوا لي أسئلتكم إضافية على نفس الموضوع أو حتى على موضوع آخر وإن شاء الله نأخذ من أسئلتكم لحلقات مقبلة وإذا عجبتكم الحلقة حطوا لها لايك تساعدوني في نشرها ولا تنسوا تشتركون في القناة أيضاً هذا كان راي والقرار قراركم ترجمة نانسي قنقش اشتركوا في القناة